هل يراد للملف السوري أن لا يغلق بتاتاً لا في أستانا ولا في جنيف؟ سؤال بات التوجس به ملحاً مع تكاتف المعيقات حول المبادرة الروسية التركية الأمم المتحدة التي كان لها دور بارز في المفاوضات بين النظام والمعارضة أعلنت بأن مبعوثها إلى سوريا ستيفان ديمستورا لن يشارك في المحادثات المرتقبة بأستانا والتي ستكون نتاج الاتفاق الروسي التركي والهدنة التي أقرها فيما لو صمدت الجهة التي كانت أول من سارع بمباركة الاتفاق الروسي التركي تعلل عدم مشاركة مبعوثها على لسان ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن المنظمة لا تنظر لأستانا باعتبارها منافسة لمفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية الإعلان الأممي وإن كان في مضمونه يحمل حرصا على بقاء جنيف أفقا لحل الأزمة إلا أنه أيضا ينم عن رغبة بتهميش أو التقليل من قيمة أستانا التي يمكن أن تنتج حلا أو تسهم فيه يأتي ذلك على الرغم من أن المسؤولين الأتراك حرصوا مرارا على تأكيد عدم استثناء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو حتى الولايات المتحدة من مساعي الحل السياسي كما عبر عنه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو فور التوصل للاتفاق تهميش أستانا أو التقليل منه يتطور إلى حد الرغبة في إفشاله لدى الجانب الإيراني حيث أعلن مستشار المرشد الإيراني لشؤون الدولية علي أكبر ولايتي بأن الحديث حول خروج ميليشيا حزب الله من سوريا هو محض دعاية والدعاء ممن سماهم الأعداء إيران التي تعلم جيدا بأن شروط الهدن المبرمة بين الفصائل المقاتلة والنظام كانت تقتضي اشتراطا من جانب المعارضة بخروج الميليشيات الأجنبية ها هي تعمل جاهدة على إفشال الاتفاق وعدم وصول الأطراف إلى أستانا وهو الأمر الذي يعلله بالطبع خوف طهران من استفراد موسكو وأنقرة بالحل في سوريا وهي التي تنظر لنفسها كجهة دفعت ومولت وجيشت ميليشياتها دعما للنظام وإرساءا لمطامع مذهبية وطائفية باتت واضحة للجميع الانسحاب الأممي وقبله وبعده التحدي الإيراني شديد الوضوح ومعه خروقات نظام المستمرة ما تأثير كل ذلك على المفاوضات المقبلة وهل يمكن للأطراف المشاركة تجاوز هذه العقبات؟ باختصار، هل سيعقد أستانا؟